السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناخد يا أولاد سير وشخصيات الدرس الأول خيركم خيركم لأهلي والدرس الثاني هيبقى احترام الكبير وبعد كده آخر حاجة قصة ايه بر الوالدين هناخد أول درس النهاردة ايه هو خيركم خيركم لأهلي قرى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وانا خيركم لأهلي زي ما احنا عارفين يا أولاد ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان رحيم دايما بأهل بيته وكان دايما بيساعدهم خد صفة الرحمة من ايه ربنا سبحانه ايه وتعالى كان دايما بيساعد اهل بيته وكان دايما بيلعب مع احفاده فكان رحيم جدا باهل بيته وكان ايه بيساعدهم في ايه بيساعدهم في البيت فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يكون على قدمة اهل بيته وكان رحيما ورفقا بحفيديه الحسن والحسين كان هو عنده حفيدي الحسن والحسين كان دايما بيلعب معهم وكان دايما رحيم بهم ايه جدا ففي السلايد اللي بعديه هنا يولاد ايه بقى فيه هنا عندنا ثلاث صور بتتكلم عن برضو الرحمة بالخيركم خيركم لاهلي برضو فهنا في اول صورة اللي بقى بيحصل هنا زوج بيزاعد زوجته فطبعا برضو لازم الواحد يساعد اهل بيته فهنا الزوج ايه بيساعد زوجته الصورة التانية اللي فيها برضو اب بيساعد زوجته وابنته في شراء الاشياء هنا برضو ايه من ايه صور المساعدة برضو والصورة التالتة فيه اب وام والبيبي برضو هنا الاب ايه بيساعد برضو ايه زوجته في تربية ايه الابن يبقى زي ما ايه خدنا ياولاد ان ايه خيركم خيركم الاهلي لازم ان احنا ايه نبقى رحمين باهل البيت ولازم لو عندنا مقدرة ان احنا نساعدهم لازم إيه نساعدهم ونبقاش متضررين من المساعدة إيه دي قدوة بمين قدوة بالرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان دايما بإيه كان رحيم بأهل بيته وكان بيساعدهم وحتى الخدم بتاعه اللي كانوا موجودين معاه كان رحيم دايما إيه بيهم جدا إيه كانت صفة إيه عند الرسول عليه الصلاة والسلام وكان برضه كان بإيه رحيم برضه بأحفاده الحسن والحسين كان برضه من موقف من المواقف كان وهو بيصلي رسول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين جلسوا على ظهره فطبعا رسول ولا تنفذ ولا اي حاجة وكمل الصالة عادي وما زعق لهمش ولا اي حاجة كان بيحب جدا ان هو يتعامل مع المكرحين بيهم ناخد بقى ورد السلايد اللي بعدي الاسئلة ما هي صفات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم زي ما انا قلت وطبعا من صفاته زي ما قلت لكم الرحمة وفي برضو صفاته الصدق الامانة اكرام الضيف صلة الرحم من صعدة ايه المحتاج يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم كان صادق جدا طبعا ما كان مش بيجذب وامين كان اي حد بيشير عنده امانة كان بيحافظ عليها ما بيتصرفش فيها خالص اكرام الضيف كان اي حد يجيله بيقرم الضيف جدا بيقدمه احسن حاجة عنده وصلة الرحم كان برضو ايه بيزوره اريبه ومساعدة المحتاج اي حد بيحتاج اي مساعدة كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيقف جنبه وكان بيعطي كمان من ماله الخاص ما كانش بيعتذر لاي حد ان هو مش بيساعده لا بيوقف جنبه اي حد محتاج اي مساعدة طب كيف كان الرسول مع اهل بيته زي ما انا قلت لكم ايه كان بيكون بخدمة اهل بيته ويساعدهم في ايه اعمال المنزل كان دايما الرسول صلى الله عليه وسلم بيساعد ايه زوجاته في البيت اهل بيته وبيساعدهم كمان ايه في اعمال المنزل اي حد طلب منه حاجة مش بيبقى متضرر لا ده بالعكس باخلاقه الحلوة كان بيساعد مين اهل بيته دايما لو اي حد طلب منه ايه اي مساعدة وكده ايه الدرس يكون خالص يا ولاد